نتيجة صدرت كما تعلمون وهذه النتيجة صدمت البعض خرجت مظاهرات عديدة خاصة في مدن الجنوب وهذه المظاهرات أدت إلى أعمال شعب بطبيعة الحال أنا أتفهم مشاعر الذين صدمتهم هذه النتائج أنا أعرف أنه حق التظاهر السلمي حق من حقوق المواطنين أنا أعتبر أن هناك وقعت فعلا خروقات عديدة التي أثارت غضب المواطنين لكن هذه الخروقات أنا قررت أن سنعرضها على الرأي العام وسنعرضها على الهيئة العلي للانتخابات لكن نريد الإسرع في تشكيل الحكومة ونريد أن تستقر تونس وبالتالي فأنا لن نذهب إلى المحاكم لأنني أنا هاجس الأول هو الاستقرار وهاجس الأول هو أن تكون لتونس حكومة تبدأ تشمر عن سعيدها باش تبدأ تخدم في أقصى قدر من السرعة لأن المشاكل متراكمة ونحن بحاجة إلى الاستقرار هذا الاستقرار لا يكون إلا بتهديئة الخواطر وبالتالي فأنا نتوجه بلداء حار إلى كل المواطنين والمواطنات خاصة بالجنوب بأن هذه قواعد لعبة ديمقراطية يجب أن نحتكم للصندوق وهذه أول تجربة ديمقراطية حرة في بلادنا ما يزمن لش أن فسدوها بأي نوع من أنواع العنف أو أي نوع من أنواع الرفض لنتائج الصندوق وبالتالي مرة أخرى أتوجه إلى أهلي وحبائي وأصدقائي ومناصرية أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت لمضى التهديئة فبارك الله فيكم على الرجوع إلى بيوتكم وبارك الله فيكم على ترك أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن ويهدد الاستقرار ويهدد الوحيدة الوطنية وهنا هنا أريد أن أؤكد على هذه الوحيدة الوطنية التي هي كنز الأساسي في بلادنا ويجب أن نحافظ عليها ويجب الترفع عن كل الخطاب من شأنه أن يحقر أو أن يهمش أو أن يبخس أي جهة من جهة بلادنا العزيزة هذا هو الرسالة التي حابت أن نتوجه بها الآن في هذه اللحظة علما وأنني غدا يعني على ساعة الخامسة في أريانا ستوجه إلى الشعب التونسي وإلى كل من سندوني بخطاب حدد فيه موقفي بكل دقة من الكثير من القضايا السياسية لكن الآن في الوقت الحاضر التهديئ فالتهديئ ثم التهديئ وشكرا لكم على تفاهمكم وعلى وطنيتكم وعلى حرصكم على استقرار تونس وعلى مناعتها وعلى أن تواصل طريقها الصعب الشاق نحو الديمقراطية في كنف السلم وفي كنف الوحدة الوطنية شكرا جزيلا والسلام عليكم تحية تونس